تتواتر التقارير عن اقتراب السعودية من التوصل إلى اتفاق مع ميرشي الحوثي ينهل الحرب بينهما وينقل الأزمة اليمنية إلى طور جديد تقوم المقاربات السعودية على فكرة أساسها فصل الحوثية عن المشروع الإيراني وإعادة موضعتها كجماعة يمنية يسهل التوصل إلى اتفاق أهلا بكم هذه الفكرة ذاتها يمحور الاعتراضات المتصاعدة حول اتفاق كهذا فالجماعة التي هي نتاج مشروع إقليمي ناهض ولا تحمل من الملامح المحلية سوى القليل بالنسبة لكثيرين ستبقى جزءا من هذا المشروع ما لم يخسر بشكل كامل وهو ما يبدو بعيدا حتى هذه اللحظة على الطرف الآخر يرى فريق إنه بإمكان فصل الحوثية عن إيران ومشروعها والحجة الأساسية لهم هي أن جماعة الحوثي تتميز بعقل سياسي براغماتي ثم إن هناك تاريخا من العلاقة بين الأسر الهاشمية اليمنية التي تمثلها جماعة الحوثي من جهة والسعودية من جهة أخرى وبالتالي يصبح من السهل إعادة نزل العلاقة بين الجانبين إذا تم ضمان توفير الدعم الذي تتلقاه الجماعة من إيران بحسب منطق هذا الفريق فإن الجناح السياسية في الجماعة قادر على لجم الجناح العقائدي وتثبيت وضع الحوثية كجماعة محلية والتخلي عن إيران مقابل ضمان الدعم السعودي ولكن في مثل هذه الظروف يبدو الأمر مستبعدا يقول الطرف المعترض إن مكاسب محور إيران تبدو في مسار تصاعدي فيما تبدو السعودية ومحورها غارقين في مشاكل جمّة لا أفق في تجاوزها قريبا ولهذا فإن فكرة انتقال الحوثي من الرعاية الإيرانية إلى الحضن السعودي تبدو مستبعدة تماما وإن أي اتفاق بين الجانبين مبني على هذا الأساس سيكون مجرد فرصة للحوثيين لتثبيت سلطتهم في اليمن بانتظار لحظة مناسبة أخرى للعودة للحديث عن الركن اليمني للنقاش سيكون معنا من عمان رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في مركز أمية لدراسات الدكتور نبيل العتوم ومن الصنبول الباحث والكاتب نبيل البكيري أرحب بكم أضيفي الكريمين وأطرح عليكم أسوأ المشترك وأبدأ معك دكتور العتوم إذن تدور محاولات بحث عن اتفاق بين الرياض والحوثيين حول فرضية أنه بالإمكان إبعاد الحركة الحوثية عن إيران ليتم البناء على ذلك واستثماره في اتفاق السلام ربما حتى تعاون مستقبل بين الجانبين برأيك هل يبدو الفصل بين الجماعة والمشروع الإيراني ممكن في هذه اللحظة وفق هذه المعطيات الآن شكرا أستاذ وجيه تحية لك ولضيفك العزيز يعني نأمل أن تكون الحركة الحوثية أن تنكفي للداخل وأن تكون جزء من المعادلة اليمنية وأن تنطلق من الوطن اليمني فكرا وسياسة وممارسة لكن أنا أستبعد ذلك خاصة أن هناك ربما عوامل عديدة تلعب دور كبير في أن تبقى الحركة الحوثية جزء من المشروع الإيراني وأحد وكلاء إيران وأذرحها ومليشياتها العاملة والفاعلة في المنطقة نحن نتحدث اليوم عن البعد العقائدي وما يتعلق بفكرة الهذيان المهدوي ودور اليمن أو الحركة الحوثية في إعادة التمهيد لظهور إمام الزمان عن طريق اليمني ويعتبر استهداف دول مجلس التعاون الخليجي وبالذات المملكة العربية السعودية فيما أطلق بتحرير أرض الحرمين الشريفين تمهيدا لإقامة إمبراطورية الخلاص أو إمبراطورية المهدي ضمن سياق ما يعرف به الهذيان المهدوي تبقى نقطة مهمة ومحورية في المشروع الحوثي الأمر الثاني هي نظرة إيران إلى الحركة الحوثية على اعتبار أن هذه الحركة تمثل مأحد وكل إيران ومأحد المصدات لدفاع عن المشروع الإيراني المتعاظم في المنطقة إيران تعتز دوما أنها تسيطر على أربع واسم عربية ومن ضمنها العاصمة اليمنية صنعة من خلال الحركة الحوثية وفي لقاءات إذا كنت تتبع وبالتأكيد تتبع أستاذ وجيم حركة السياسة الخارجية الإيرانية في توظيف الحركة الحوثية كأحد أوراق إيران التفاوضية للتفاوض على ما يعرف بالملف النووي الإيراني ضمن سياق ما يعرف بتخادم الملفات وإذا كنت تستذكر حديث علي لاريجاني قبل أقل من شهريا في حديثه إلى دول الاتحاد الأوروبي أن إيران مستعدة للتفاوض حول الملف النووي مع أواصم صنع القرار وبالذات الدول الضامنة للاتفاق النووي ووضعت ما يعرف بالورقة اليمنية كأحد أهم الأوراق بالنسبة للسياسة الإيرانية وبالتالي معادلة وربما كان هناك أيضا لقاءات وكان ربما هناك لقاءات أيضا لمسؤولين حوثيين مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي هناك في إيران أيضا لكن دعني أنقل ذات السؤال المشترك إلى ضيف الآخر سيد نبيل البوكيري سيد البوكيري يعني هل يبدو أسألك ذات السؤال هل يبدو الفصل بين الجماعة والمشروع الإيراني ممكنا الآن وفق معطيات الحاضر في البداية أنا باعتقادي مثل هذا الافتراض ومثل هذه الفرضية هي فرضية فاشلة وواهم كبير لا تستند إلى أي معطيات حقيقية يمكن البناء عليها بنظر إلى أنه النظر إلى الحوثية على أنها ذلك الامتداد الزيدي الذي كان على علاقة قيدة في السابق مع المملكة العربية السعودية هذا الافتراض في كثير من المغالطات وخاصة أنه الذي يتبنن في هذا الطرح هي طرف رقها من الهاشنية السياسية التي تتموضع في المملكة العربية السعودية وتحمل الجنسيات السعودية أيضا وتعلمت وتلقت التعليم والتمويل من المملكة العربية السعودية هذه الجماعة أو هذا الطرف أو هذا التيار من الزيدي ويحاول أن يقدم نفسه بديل ليس فقط للشرعية في اليمن حتى لجماعة الحوثية ذاتها أو للطرف العسكري الجناح العسكري للزيدية السياسية أو الهاشمية السياسية المطلوب الجماعة الحوثية وبالتالي أيضا مثل هذه المقولة هل تستطيع أن تمرر على الجناح العسكري المسلح اليوم الذي قام بالانقلاب في صنعاه والذي يمتلك السلاح ويمتلك والذي استطاع أن يحاول ضرب المملكة عسكريا أو من اللحظة الأولى قام بمنورات قبل الحارب على الحدود السعودية دون أي داعي لمثل هذا مثل تلك المناورة حينها وهي التي أدت أو كانت أحد الأسباب التي أدت لقيام عصفة الحفز بعد ذلك وبالتالي وهم يعني إعادة فصل أو إعادة عملية فصل بين إيران وجماعة الحوثية هي محاولة فاشلة هي تعبير كبير عن مدى فشل الذي وصلته السياسة السعودية فيما يتعلق بالملف اليمني كما يتعلق أيضا بجزء آخر من أن الفراغ السياسي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية يحاول الجناح السياسي للهاشمة السعودية في المملكة للهاشمة السياسية في المملكة أن يحاول أن يبني تصور ما لطبيعة العلاقة التي ينبغي أن تكون في المستقبل بين إطار بين المملكة وجماعة الحوثي وهذا أنا باعتقادي السبع جهة تماما خاصة أن يتكوين جماعة الحوثي ما بعد منذ منتصف الثمانينات حتى مرحلة الشباب المؤمن حتى مرحلة جماعة الحوثي نفسها أو ما يسمى بأنصار الله بعد ذلك كل هذه كل هذه الطبعات إنصح التعبير أو كل هذه المراحل من جماعة الحوثي كانت إيرانية الهوى والتخطيط والتدريب والتقنيد ولا يمكن بحال من الأحوال تصور جماعة الحوثي بهذا الشكل الذي نراه اليوم عليها دون أن يكون لإيران دور كبير وقوهر يفعل فضلا عن ذلك وهو الأهم قبل يومين لمحت تصريحا في في صحيفة وتقريبا افتتاحية أو ما شابه في صحيفة الأخبار مقربة من حزب الله في جنوب في لبنان يتحدث هذه الصحيفة أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يتم الفاصل بين جماعة الحوثي أو جماعة حتى حزب الله أو أي جماعة تنتمي تنتمي فكرا وسلوكا وتنتمي لمسمى الثورة الإيرانية الفصل بينها وبين إيران لأن إيران بالنسبة لهم تمثل الخطة الاستراتيجي والعراب الحقيقي والمحرك الحقيقي لهذه الجماعات وهي التي تصنع السياسات وتصنع القرارات ولا يمكن لهذه الجماعات أن تتصرف بمعزل عن أوامر تأتيها من طهران أو من طيب هذا يجعل السؤال هذا يجعل السؤال يعني مطروحا وفي سياق أن الدكتور نبيل العتوم قال هو يتمنى أن تنكفي الجماعة محليا وهناك حديث أيضا على مستوى السياسة السعودي أن هناك أخبار وتسريبات مستمرة حول لقاءات تجريها السعودية مع الحوثيين إذا كنت أن تعتقد دكتور نبيل وكذا ضيف الآخر سيد نبيل بوكيري تعتقدون أن من الصعب أن تفصل الجماعة مسارها من المشروع الإيراني في المنطقة إذن على أي أساس السعودية تتفاوض معها السعودية هي في حالة فشل السؤال لدكتور نبيل العتوم المعذرة سيد نبيل بوكيري أنا بأعتقد أنه ربما الآن هناك حركة دبلوماسية نشطة تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في محاولة لحل المشكلة اليمنية الآن الجهود ربما أثمرت من خلال ما حدث أو ما يعرف باتفاق الرياض نأمل أن يكون هناك رؤية واضحة لدى دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية للوصول إلى تفاهم ينهي الأزمة اليمنية وينتقل بها إلى حل سياسي ينهي حالة الصراع لكن المعطيات على الأرض أنا بأعتقد أنها مختلفة تماما خاصة أن إيران نشطت في إنشاء ما يعرف في الميليشيات الموازية أو الجيوش الموازية في المنطقة بدءا من العراق من خلال ميليشي الحج الشعبي مرورا بسوريا من خلال 34 ميليشي فاعلة على الأرض هذا بالإضافة إلى نسخة أو طبعة حزب الله التي بدأت إيران بتعميمها على دول المنطقة سواء في لبنان أو في البحرين أو حتى حزب الله الحجاز أو أيضا محاولة اقتباس أو إحداث ما يسمى بنظرية تحويل حزب الله حزب الحركة الحوثية أو حركة أنصار الله إلى ما يعرف بحزب الله يمني جديد في المنطقة مع محاولة استنساخ التجربة اللبنانية في هذا الأمر إيران صارت في عدة مسارات من خلال من خلال دعم الحركة الحوثية هي فصلت ما بين ربما الآن الحديث عن الفصل ما بين الجانب السياسي والاتجاه العسكري والريهان على ذلك أعتقد أنها خطوة ليست في الاتجاه الصحيح لأنه في نهاية المطاف من يفرض معادلة القوة هو من يمتلك السلاح على الأرض الآن الحركة الحوثية بدأت هي عبارة عن جيش موازي يمتلك من القدرات وهذا ما سعت إليه إيران صواريخ متوسطة المدى وبعيدة المدى سواء صواريخ بركان واحد بركان اثنين صواريخ قيام بالإضافة إلى مده بطائرات مسيرة من خلال طراز أبابيل ومحاولة أيضا مده بقوارب سريعة أسلحة نوعية تكاد لا تكون موجودة إلا عند الجيوش النظامية هذا بالإضافة إلى إدخاله ضمن عنصر تصفية الحسابات مع المنافسين والخصوم من خلال نقل المعركة من داخل اليمن إلى خارج اليمن خاصة بعد استهداف المملكة العربية السعودية بأكثر من 181 صاروخ هذا بالإضافة إلى حرب الموانئ القرصنة في المياه الإقليمية والمياه الدولية وبالتالي هذا أعطى ربما بعد جديد وأهمية جديدة لأنه الآن بدأت هناك معلومات استخباراتية تتسرب عن وجود نخب من حزب من حزب الله اللبناني ونخب من البازدران أو الحرس الثوري الإيراني تقوم على توجيه الحركة الحوثية ورسم استراتيجية لها في التعامل ربما مع الأعداء والخصوم وبالتالي أنا أعتقد أنه فكرة الفصل ما بين المسار الإيراني والمسار الخاص بالحركة الحوثية يبدو صعب في هذا التوقيت بالذات لأنه في نهاية المطاف الحركة الحوثية ربما تضخمت بشكل غير مسبوق وبالتالي أنا أعتقد ربما ربما تحاول المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات اللجوء إلى الخيار العسكري بالإضافة للخيار الدبلوماسي للضغط على الحركة الحوثية لإجبارها للجلوس على طاولة المفاوضات بالإضافة إلى حجد الدعم الإقليمي والدولي خاصة ربما أنه الدول الغربية باتت تشاطر المملكة العربية السعودية هواجسها فيما يتعلق بالحركة الحوثية وأنها باتت تشكل خطر كبير على الأمن الإقليمي وأمن الطاقة هذا بالإضافة إلى متغيرات أخرى عديدة لأن الملف الحوثي لا يمكن فصله عن حجم الضغوط الهائلة التي تمارس على الجانب الإيراني من خلال ليس فقط العقوبات الأمريكية بل الدول الضامنة للاتفاق النووي التي بدأت تتنصل بالاتفاق مع أليات التعامل مع اتفاقية نيكس ما بين دول الاتحاد حالة الربيع العربي غير المسبوقة سواء في العراق أو في لبنان ومحاولة تجريد إيران من أوراقها التفاوضية هذا كله سوف يعزز من الضغط الإيراني على الحركة الحوثية لإجبارها في الإنخراط في عدم الإنخراط في منفاوضات ربما أو الوصول إلى تسوية ما مع المملكة العربية السعودية دكتور العتوم في سياق الحديث عن الحلفاء الإيرانيين في المنطقة حلفاء محور إيران في المنطقة إلى أي مدى استفاد الحوثيون من إيران واستفاد الإيرانيون من الحوثيين من استفاد من الآخر أكثر فيما يتعلق ب صيط أنه مسيطر على الآخر أو استفاد من الآخر عسكريا إذا ما تحدثنا عن علاقة الحوثي بإيران وغير ذلك على مستويات أخرى يعني وجه سؤال مهم محوري أنا أعتقد أن الحركة الحوثية استفادت من الجانب الإيراني على صعيد ما يسمى بيئة دعم العسكري وأنا ذكرت لك أمثلة سواء من أسلها ليست موجودة إلا عند الجيوش في المنطقة مثل صواريخ متوسطة المدى الطائرات الدرونز أو الطائرات المسيرة بالإضافة إلى يعني نحن الآن نتحدث عن صواريخ كورنيت اللي مش موجود الآن غير عند الجيوش تم نقلها إلى الحركة الحوثية وهناك معلومات استخباراتية تتحدث على أن إيران باتت تسير في مسارين ليس فقط الاعتماد على عنصر التهريب والفك والتركيب لهذه السلاح عن طريق إما السومال أو عن طريق الموانئ أو عن طريق الحدود البرية بل أيضا إيران ربما نجحها في بناء مشاغل ومصانع متوسطة لصناعة مثل هذه التقنيات بإشراف من الحرس الثوري الإيراني وإشراف خبراء من الجانب من حزب الله اللبناني لكن أنا في تقديري أن الإيرانيين استفادوا كثيرا من الحركة الحوثية لأنه عندما تطالع وسائل الإعلام وجيه الإيرانية اليومية فيما يتعلق بالتهديدات التي تطلق إيران ضد دول المنطقة وبالذات ضد المملكة العربية السعودية هي بشرت بهجمات أرامكو أو ما يعرف بغزوة أرامكو الأولى قبل حدوثها بشرت باستهداف ميناء الفجيرة بشرت في من خلال ما ورد في وسائل الإعلام الإيراني عندما يخرج عليك قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي عبر وسائل الإعلام الإيرانية ويتحدث على أن هناك عمليات جديدة في المنطقة سوف تقلب الموازين في اليوم التالي نجد عملية مثل حرب الموانئ أو ما يعرف بالقرصنة التي قادتها الحركة الحوثية وبالتالي هذا يعطيك مؤشر خطير على أن إيران باتت تسيطر بشكل كبير على هذه الحركة وتوجهها وتوجه استراتيجياتها بموازات ذلك أنا أعتقد أن الحوثيين باتوا يتحركوا بكبسة زر من إيران لأن هذا ربما بعطينا كثير من المؤشرات والدلائل على أن الحركة الحوثية هي فرقة كوماندوز إيرانية باتت الآن موجودة في المنطقة وربما حديث المرشد واللقاءات حركة الدبلوماسية من جانب وفود الحركة الحوثية التي تزور طهران ثم كان هناك اجتماع قبل فترة وزير المخابرات الإيراني قام بزيارة إلى بيروت والتقى هناك بزعماء من الحركة الحوثية وحزب الله اللبناني وتبنوا شعار ما يعرف بإنعاش محور المقاومة في المنطقة لتغيير المعادلة على الأرض لأنه كلما تزايدت الضغوطات هناك معادلة مهمة جدا وجهة كلما تزايدت الضغط السياسي والاقتصادي على الجانب الإيراني كلما قامت إيران به التوسل بدبلوماسية تحافة الهاوية وتوجيه الذروحها ومليشياتها في المنطقة لتوجيه ضربات ضد الخصوم والمنافسين وبالتالي أنا أعتقد أنه الآن الحركة الحوثية تعتبر ورقة رابحة بالنسبة للجانب الإيراني في هذا التوقيت بالذات لموازنة الضغوط سواء الإقليمية أو الدولية ومحاولة إرسال وسائل إلى دول إقليمينا تبدو أن والسيد نبيل المكيري متفقا إلى حد ما فيما يتعلق أو الأواصر بين الجماعة الحوثية وإيران لكن أسألك سيد البوكيري يعني يقوم المنطقة الطرف المعارض لفكرة انفصال الحوثيين عن مشروع الإيراني وهو ما يعني تبدو أنت منهم على أساس أن الحوثية صناعة إيرانية لكن لماذا يتم تجاهل الطابع المحلي للجماعة في نهاية المطاف هي جماعة يمنية أفراد المنضمون لها جلهم يمنيون لماذا يبدو وكأن ليس لها مصلحة محلية أو حتى مصلحة مع دول جوارها يعني في نهاية المطاف الجماعة الحوثية تتمركز في مناطق محاذية للسعودية بالتالي هي مصلحة مع السعودية أكبر من مصلحة مع إيران في المجمل العام هذا الشيء الغريب الذي يلاحظه واحد في طابع جماعة الحوثية جماعة الحوثية طبعا هي امتداد لزيدية سياسية الحاكمة التي حكمت اليمن قابل ثورة السادسة عشرين وكانت علاقتها بالمملكة علاقة استراتيجية بمثلة بالزيدية وبالتالي نحن رأينا كيف أفشل ثورة ثمانية واربعين فبراير ثمانية واربعين بفعل أن المملكة العربية السعودية وقفت ثورة ثمانية واربعين وساعدت الإمامة بالعودة مرة أخرى من خلال نقل الإمام يحيى الذي هو أحمد حميد الدين وأسقطت صنعه خلال شهر من الزمن نفس السيناريو تكرر بعد عشية ثورة السادسة العشرين من سبتمبر حينما تحالفت المملكة مع الإماميين واستمرت حرم أهلية طاحنة في اليمن لبدة سابع سنوات أنتهت بالمصارحة الوطنية التي دعمت فيها المملكة القناح الإمامي وساعدت على عودته كحكومة أو كطرف عميق في الدولة اليمنية أو في الجمهورية اليمنية بعد ذلك اليوم المتغير وحيد نحن لا نقول أن الحوثيين ليسوا يمنيين الحوثيين جماعة يمنية ونحن نقول ونؤكد هذا لشكالية تكمن أنه هذه الصورة أو هذا الإطار اليوم الذي أصبح تمثلوا جماعة الحوثيين أنها أصبح العامل الخارجي فيها هو الأكثر سيطرة على مفاصل وتوجهات هذه الحركة يعني الحوثية لازلت حركة زيدية لم تتحول إلى 12 كما يحب البعض أن يتحدث لا زالوا يحتفظون بخصائص الزيدية فيما يتعلق بالإمامة فيما يتعلق بمشروع البطنين فيما يتعلق بمشروع المال السياسي والفيد السياسي الذي يشكل عصب وأفكار هذه الجماعة من قديم الزمان لكن تكمل الإشكال اليوم أنه هناك سياق هذا السياق الاجتماعي والسياق السياسي الذي يجب أن يقرأ فيه كيف صعدت جماعة الحوثية وكيف استمرت وكيف وصلت إلى هذا الحال هذا السياق السياسي تطور وابتدأ مع قيام ثورة الثورة الإيرانية في 79 وبدأت إيران بفكرة تصدير الثورة الإيرانية من خلال إنشاء هذه الأدروع الطائفية مثلا بحزب الدعوة في العراق مثلا بحزب الله في المملكة العربية السعودية وفي البحرين وفي غيرها حزب الله اللبناني جماعة الزيدية السياسية التي كانت تسمى بالشباب المؤمن في البداية بعد ذلك تطورت إلى جماعة الحوثي وصل كل هذا السياق لا يمكن فصله بحال من الأحوال عن السياق العام هو سياق الثورة الإيرانية وأذرعها في المنطقة العربية أو ما يسمع بالأبحاث السياسية اليوم بالطائفية السياسية الطائفية السياسية هي أحد أهم أدوات وحوامل المشروع الإيراني في المنطقة العربية والذي يستخدم الأقليات المذهبية الشيعية في المنطقة لتحقيق نفوذه ومصالحه كما نراه اليوم يعني إيران تعلن وتصرح كل مرة أنه مسؤولين إيرانيين كثيرين من علي زنقاني إلى غيرهم حينما يتحدثون عن سقوط عواصم عربية ويتحدثون على أن العراق جوز من الإمبراطولية الفارسية يعني نحن لسنا بصدد الحديث عن لا يمنية الحوثين أو يمنية نحن بصدد الحديث عن وجود مشروع إيراني مشروع الإيراني تمثل اليوم بهذا التمدل بهذه القوة السيد البوكيري أنت تذكر هنا قصيدة منسوبة لأحد قيادات الإمامة يقول فيها سنعيد الحكم للإمامة إما بثوب النبي أو بأثواب ماركس فإذا خابت الحجاز ونجد فلنا إخوة كرام بفارس كرام بفارس تمام يعني هذا يعني أن الصديق الأول أو المحاولة الأولى ستكون لمن هم قريبين منهم في نهاية المطاف السعودية ما طهران إلا هي حالة اضطرارية في نهاية المطاف على الأقل كما تفيد هذه الأبيات صحيح أنا ذكرت لك سابقا أنه سبب فشل ثورة 48 ثورة دستورية الأولى في القزيرة العربية كان بسبب المملكة العربية السعودية أنها كانت حليف قوي لبيت حميد الدين للإمامة الزيدية التي كانت تحكم شمال اليمن ثورة 8 يعني محاولة القهارة ثورة 26 سبتمبر أيضا كانت بتدخل المملكة العربية السعودية بكل ثقلها ضد الثورة اليمنية حينها أيضا محاولة يعني التاريخ لازال طريا ولازلنا قريبين من أحداث 2014 وأحداث ما بعد ثورة 11 فبراير حين دعمت المملكة العربية السعودية والإمارات أيضا دعمت جماعة الحوثي بالانقضاض على تحت مسمى مواجهة الربيع العربي أو الربيع اليمني من خلال دعم جماعة الحوثي باعتبار أنه لم يكن باستطاعة الجيش حينها الانقلاب على مصار الثورة واستطاعت من خلال جماعة الحوثي ومن خلال الضغط على صالح بعودة التحالف القديم الزيدي بشقيه القبلي والهاشمي والدفع باتجاه إسقاط الدولة وإسقاط الجمهورية في 21 ستنبر 2014 يعني نحن لازلنا نذكر أن المملكة وكثير من الإشارات السياسية التي كانت تمنح والمال السياسي والسلاح أيضا لمنح الجماعة الحوثي حينها بغطاء عن طريق الإمارات وعن طريق علي عبدالله صالح الذي كان له علاقة قوية بالمملكة كل هذه يشرح لنا أنه فعلا أنه فيه تحالف كان قائم لكن هذا التحالف اليوم العامل الذي عمل على تفتيته هو ظهور إيران كمتحكم وكمسير حقيقي لجماعة الحوثي ولا يمكن لجماعة الحوثي أن تتصرف بمعزل عن القرار السياسي الإيراني مهما كان الأمر وبالتالي نرى عندما نشاهد هذا الرتم سيد البوكيري وأنه أوجه الآن سؤال إلى دكتور العتوم عندما نشاهد هذا الرتم من أن في نهاية المطاف هناك تحالفات على الأقل تحدث بين السعودية أو التقاء مصالح بين السعودية والجماعة الحوثية أو من تمثل على الأقل كل فترة وأخرى يتحدث سيد البوكيري عن إجهاض ثورة الدستور في 48 ما بعد ما حصل بعد الـ 62 هناك من يطرح أن من أدخل جماعة الحوثي هو من الأساس يعني تآمر إقليمي إلى وأدخل الحوثيين إلى صنعه في نهاية المضاف أفضى إلى ذلك إذن هناك التقاء مصالح دوري وبين المملكة العربية السعودية برأيك دكتور العتوم هل تتوفر الآن العوامل الموضوعية لإلتقاء مصالح جديد يعني يخفف من حدة المعارك بين الجماعة والمملكة العربية السعودية على الأقل على المستوى الخارج أو الظاهر يعني أستاذ وجيهي الآن أنا أعتقد ربما أنا لو كنت مكان الحركة الحوثية لفكرت بمعطياته برؤية جديدة لأن الرهان على العامل الخارج وبالذات على العامل الإيراني قد يكون هو رهان خاسر بامتياز لأنه في نهاية المطاف الآن إيران تواجه أكبر عقوبات اقتصادية منذ انتصار الثورة الإسلامية من عام 1979 ولغاية الآن وهناك مؤشرات كثيرة ربما تشير إلى قرب انهيار الدولة الإيرانية وفي رصد بسيط للوضع الداخلي الإيراني يعني لو فكرت الحركة الحوثية بعقلانية أن إيران الآن نتحدث عن التضخم في إيران وصل إلى أكثر من 150% نتحدث اليوم عن انهيار العملة الوطنية التومن فقدت أكثر من 300% من قيمتها نتحدث عن ارتفاع المواد والسلع الأساسية بين 150% إلى 200% نتحدث ربما عن انفجار الوضع الداخلي في إيران وبالتالي الآن الرهان على الدولة الإيرانية هو رهان خاسر بامتياز خاصة نتحدث اليوم عن أن خطوط الإمداد خاصة ما يتعلق بالإمداد الاقتصادي قد خفت بدرجة كبيرة جدا وأكبر مثال على ذلك الآن أن حزب الله اللبناني الذي كان يحصل سنويا على أكثر من 750 مليون دولار الآن بات يستجي ويوزع على أنصار وعلى معاقله ما يسمى بصراديق للتبرع لحزب الله اللبناني وأيضا حركة الحوثية كان لها قبل شهرين كان هناك رد الجميل وبالتالي أنا أعتقد أن رهان الحركة الحوثية على إيران هو رهان خاسر بامتياز لأنه سواء نتيجة للظروف الداخلية الإيرانية نتيجة للظروف الإقليمية والدولية إيران الآن محاصرة بشبكة من الأعداء الإقليميين وأيضا بشبكة دولية حتى الدول التي كانت تناصر وتدعم إيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي وأنا أقصد دول الاتحاد الأوروبية وحتى روسيا والصين بدأت تتنصل من إيران نتيجة لسياسات إيران العدوانية وبالتالي إيران في سعية لما يعرف ببناء الكريدور الإيراني الآن بدأت تتقطع أوصاله مع انفجار موجة ربيع عربي جديد في العراق وفي لبنان وطرحت شعارات كثيرة جدا الآن في ضرورة خروج إيران من هذه الدول حتى في الوضع الداخلي الإيراني كان هناك الشعارات طرحت شعار نا سوريا نا لبنان نا يمن جنا فداء إيران لا سوريا ولا لبنان ولا اليمن روح فداء لإيران وبالتالي هذه كانت رسالة واضحة كان ينبغي على الحركة الحوثية التقاطها بأن الرهان على إيران هو رهان خاسر بامتياز الأمر الثاني طبيعة تصرف إيران وجيه أيضا مع حركات الربيع العربي خاصة في العراق ودخول الباسدران أو الحرس التوري الإيراني والميليشيات الإيرانية لوأد هذه الانتفاضة وإطلاق عليهم شيعة الإنجليز وأيضا خارج علينا محمد تقي مصباح يزي الذي أصدر فتوى بأنه قتل هؤلاء المتظاهرين أو المحتجين الشيع العراقين يعتبر قرب إلى الله عز وجل وهذا سوف يمهد إلى إمام الزمان وبالتالي هناك كره تاريخي عقدة إيرانية من القومية العربية من العرب سواء كانوا سنة أم شيعة وبالتالي هذه نظرة تعصب ينبغي على الحركة الحوتية التقاد ذلك وأن إيران لن تتعامل بأفضل مع الشعب العراقي بأفضل من الشعب اليمني وبالتالي أنا أعتقد أن الحركة الحوتية إذا رادت أن تفكر بعقلية وحتى برقماتية واضحة عليها أن تعود إلى الحضن العربي أن تجلس على طاولة المفاوضات وأن تلجأ إلى سياسة أن تكون جزء من المكون اليمني والوصول إلى حال يفضي لنهاية الأزمة اليمني لأن الرهان على الجانب الإيراني هو رهان خاسر بامتياز وبالتالي أنا أعتقد أنه هذه الإشارات التي تحدثت عنها فيما يتعلق بالبيئة الداخلية الإيرانية أو بالبيئة الإقليمية والدولية على الحركة الحوتية التقاثها وأن العودة إلى العمق العربي هو الأساس طيب يعني أنت الآن في السياق حديثك عن محور إيران قبل قليل دكتور العتوم ومعاناة إيران إلى آخره وعدم قدرتها على إعطاء دعم مادي كما كانت تفعل من قبل حزب الله وغيره هل هذا يعني أنها الآن أمام المشروع المقابل أتحدث على الأقل المشروع السعودي أيًا كان هذا المشروع هل هي تخسر أم لازالت صامدة إيران لغاية الآن فيما يتعلق بمحور الممانعة لا زالت صامدة لأنه هي سخرت جزء من إمكاناتها لمحاولة الرهان على بقاء ما يعرف في الكريدور الإيراني وجيه هناك نظرية أنا درستها في جامعة طهران عندما أنا درست بالمناسبة علوم سياسية في جامعة طهران دكتورة هناك نظرية كانوا يدرسون إياها في إيران اسمها نظرية أم القرى الشيعية نظرية أم القرى الشيعية إيران تعتبر نفسها هي أم قرى العالم الإسلامي وهي المركز وتعتبر أن هناك مصدات أو سواتر أو خنادق للدفاع عن المجال الحيوي الإيراني أولى هذه المصدات هي العراق رأس الحربات ثم ما يعرف بها الأقليات الشيعية في العالم العربي وحركة ما يسمى بالمؤلف قلوبهم المؤلف قلوبهم أطلقت على حماس وعلى الجهاد الإسلامي وعلى الحركات السنية المسلحة هذا بالإضافة إلى الحركة الحوثية وأنصار الله اليمن أطلقت عليهم المؤلف قلوبهم أي الجماعة الذين يمكن تأليف قلوبهم للانضمام للدفاع عن المشروع الإيراني أنا أعتقد أن المشروع الإيراني صحيح أنه صامد لغاية الآن لكن لا يمكن الرهان على بقاؤه لكن هناك مؤشرات تؤكد على أن هناك تراجع في المشروع الإيراني نحن نتحدث اليوم عن خفاظ نسبة المساعدات بالنسبة من 50 إلى 60% لحزب الله اللبناني لحركة الجهاد الإسلامي أيضا تقنين هذه المساعدات لحركة حماس وبالتالي أيضا حزب الله أو الحركة الحوثية وأنصار الله اليمني هم جزء من هذا النسيج أو المعادلة اللي إيران خفضت نسبة المساعدات وبالتالي الرهان على بقاء أو الإمداد الإيراني لهذه التنظيمات أو لهذه الحركات هو رهان خاسر بامتياز الأمر الثاني حتى الإيرانيين أنفسهم ويعني التحليلات ويومين أنا مبقرة في وسائل الإعلام الإيرانية أنه توقع بانهيار شامل لإيران على غرار انهيار الاتحاد السوفيتي في أبو غسطس بالعام 1990 وكان هناك أحد المسؤولين الإيرانيين السابقين سعيد حجاريان قبل ثلاث أيام تحدث عبر وسائل الإعلام الإيرانية حذر من تفكك الدولة الإيرانية وهناك الآن مظاهرات في مناطق الأحواز العربية وأيضا هناك خشية من انفجار غير مسبوخ للاحتجاجات وانتشار عدوى أو انفلونزا الاحتجاجات في العراق إلى الأراضي الإيرانية الآن كل هذه المعطيات تشي بأن الرهان على الدولة الإيرانية ورهان خاسر بامتياز كما قلت لقى بالقليل وهناك ربما إيران انتقلت إلى ما يسمى بالخطبة الخطبة تحدث عنها أحد المسؤولين الإيرانيين وأشار إلىها حسين طيب وهو رئيس الاستخبارات في الحرس التوري الإيراني وأيضا عدد من المسؤولين السياسيين تحدثوا على أن إيران في حال شعورها بأن هناك تآمر عليها بمعنى وصول إيران إلى مرحلة اللاعودة مثل بعد مرحلة تصفير النفط وشعور إيران بأنها سوف تنهار أو أن هناك ربما قد تكون عقوبات مثل حسار اقتصادي حسار الموانئ وحسار جوي بأن إيران سوف تأو وصول صفقة ما بين الدول الغربية وبالذات ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مداخل الأزمات الإقليمية لا سهم الأزمة السورية فأن إيران سوف تنتقل إلى الخطبة والخطبة كما قال عنها علي لاريشاني هو تفجير الوضع الإقليمي برمته وتوظيف إيران لمختلف أوراقها التفاوضية بمعنى علي وعلى أعدائي وبالتالي هذا يشي بأن إيران مقبلة على مرحلة خطيرة جدا خاصة مع ظروف المعطيات الداخلية التي باتت تعاني منها أكثر من أي وقت سبق طيب الحديث عن المعطيات وهذا الوضع لهذا المحور محور المقاومة أو إيران ومن يتبعها ومن يدور في فلكها أسألك سيد البوكيري يعني بوضع الاعتبار لكل ذلك وأيضا لما تفضلت به أنت قليل من تلاقي مصالح الجماعة أو من تمثله على الأقل على مر التاريخ الحديث اليمني وأيضا باعتبارها أنها هي من باركت أو من تمت المباركة لاجتياح صنعاء من قبل السعودية بركة السعودية اجتياحها لصنعاء على الأقل كما يفهم من وسائل الإعلام ألا ترى أن الآن الفرصة باتت مواتية لحدوث التقاء مصالح جديد خاصة أن السعودية يبدو أنها لم تجد إلى الآن حليفا استراتيجيا واضحا في اليمن طبعا لا أخفيك أن هناك أيضا تياران يشتغلان على هذا المسار وهو مسار حتى يعني حتى هناك بعض المسؤولين الإيرانيين أو بعض المصادر الإيرانية تتحدث عن إمكانية يعني أن يدفع بتيار من الجماعة للانخراط بمصالحة يكون فيها شروط الحوتي هي المحققة على في أي اتفاق مع المملكة العربية السعودية لكن بالمقابل أيضا هناك تيار يرى أن القبول بدور سعودي في الحالة اليمنية مع جماعة الحوتي هو لن يكون في صالح طهران وبالتالي هذا التناقض بين رؤية المسارين أو التيارين لا يمكن أن يفضي الاتفاق بين هذين التيارين يعني هناك محاولة للعبة أدوار مثلما تحاول الهاجمية السياسية قناح المملكة والهاجميون السعوديين يعني صعب تعبير وهم من بقايا الدولة الإمامية السابقة اليوم يحاول يقدم أفسهم كأنهم البديل عن الشرعية والبديل حتى ربما لو يقدمون للمملكة إمكانية أن يحتوي جماعة الحوتي وإمكانية أن يعيدوا ضبط البوصلة باتقاه الرياض وليس باتقاه طهران لكن أيضا للواقع وكل المعطيات التي أمامنا أن جماعة الحوتي أيضا قوز كبير جدا من قرارها الاستراتيجي لا زال مرتبط بإيران أنه إيران التي اشتغلت على هذه الحركة منذ منتصف ثمانينات القادمة الماضي حتى اليوم وصولا إلى هذه اللحظة لا يمكن بحال من الأحوال أن تسمح أن تنسح جماعة الحوتي وتتحول إلى ورقة سعودية بهذه السهولة لأن في ذلك تهديد للقهود الإيرانية وأيضا لتعبير عن فشل إيران في الاحتفاظ بهذه الأوراق التي ذكر الدكتور العتوم أنها إيران في حالة ما هناك خيار لخطة باء لتفجير المشهد الإقليمي في حالة زيادة الحصار عليها أو في حالة تفجر المشهد الداخلي بالاحتجاجات المشهد قبل هذه اللحظة قبل لحظة التفجر هل يمكن للسعودية تحييد جماعة الحوثي على الأقل إذا لم تحتويها في لحظة التفجر هذه المتوقعة فرضية الاحتواء كما قلته أن هناك تيار ينظر لها تيار موجود أيضا أو يدعي أنه يمثل جماعة الحوثي في المملكة وهي أسماء معروفة وتشتغل في هذا الإطار وفي قناح أيضا منهم وقناح ربما هم الذين انتقلوا من المؤتمر أو عادوا أدراجهم من المؤتمر الشعبية العام وتحولوا إلى مسار الجماعة الحوثية وهم مسؤولين كبار كانوا في الدولة السابقة ويقدمون أنفسهم أيضا بنفس هذا الإطار أنه ممكن احتواء جماعة الحوثية وممكن الاتفاق معهم لكن هذا الجناح أيضا لا يمتلك قرارا سياسيا ولا عسكريا بجماعة الحوثية القرار السياسي الحقيقي والقرار العسكري هو في يد الجناح الذي يرتبط بإيران ارتباطا استراتيجيا ومصيريا وهو الجناح الذي تربى الكثير منه وتدرب وتعلم في طهران وفي ضاحية الجنوبية في بيرون وفي العراق وفي دمشق وبالتالي هذا الجناح لا يمكن بحال من الأحوال أن يسمح وهو الجناح طبعا المسيطر اليوم على كثير من تفاصيل المشهد في الإيمان السياسي والعسكري وخاصة في المناطق التي تحت سيطرة جماعة الحوثية هذا الجناح الذي الجناح الإيراني صح التعبير هو الجناح الأقدر وهو الذي يدير دفة السياسة ويدير دفة الحرب حتى هذه اللحظة ويدير دفة الاقتصاد وقتصاد الحرب فيما يتعلق وتكونت شبكة مصالح كبيرة من قراء سوق السودان من قراء الحرب ومن قراء اقتصاد الحرب الذي نجه وبالتالي أنا باعتقادي أن هناك حالة صراع هذه الصراع لم تظهر حتى الآن على سطح المشهد لكن هناك مؤشرات لها هذه المؤشرات بين من يذهب ويحاول إعادة تمضع جماعة الحوثي كجماعة زيدية يمكنها العودة إلى بيت الطاعة السعودية والذي يرى أن جماعة الحوثي يجب أن تظل مرتبطة استراتيجيا وعبويا بالمشروع الإيراني ومشروع حزب الله أو الذي يتناثل منه حزب الله ومشروع الشيعة بغداد وما شابههم وبالتالي أنا باعتقادي أن المحاولة في حد ذاتها هي محاولة فاشلة لأن كل المحطيات التي ذكرناها ونذكرها لا تؤهل هذا الجناح السياسي الذي يريد لكن يبدو أن هناك تحرك في سياقها على الأقل يظهر أثر كل حين وآخر يعني في هذا السياق أسألك دكتور العتوم إذا كانت الجماعة مرتبطة بهذا الشكل مع إيران وفقا للحديث الذي تحدثناه منذ بداية الحلقة إلى الآن لماذا لا يمكن للمملكة العربية السعودية أن تركز برأيك على تحقيق أهدافها في اليمن بإعادة الشرعية اليمنية إلى إلى صنعاء بدلا من البحث عن خيارات ذات نسبة مخاطرة عالية يعني لا شك أن المملكة العربية السعودية الآن تحاول أن تغير المعادلة على الأرض من خلال التوسل بمسارين مسار العسكري والمسار الدبلوماسي لكن وجيه في نقطة مهمة جدا علينا أن ننتبه لها طبعا هل نجحت الجهود العربية بمجملها في ثاني الحركات الشيعية الموجودة في العراق للخروج من تحت العباء الإيرانية وهل نجحت الجهود العربية في ثاني القيادات الشيعية مثل مقتدى الصدر أو غيره على الرغم من الدبلوماسية المكوكية التي قادها رجل الدين الصدر بزيارات سواء إلى المملكة العربية السعودية أو إلى الكويت أو إلى الإمارات أو إلى الأردن ومحاولة هذه الدول ربما ثاني هذه الحركات عن البقاء بتحت عباءة ولي الفقين لكن هل تقرن جماعة الحق بهذه الجماعات هل تقرن جماعة الحق دعني أكبر طبعا طبعا أقارنها لأنه الآن هذا المثال حتى حزب الله اللبنان انخرط في العملية السياسية لم تستطع الدول العربية على الرغم من تقديم إغراءات سواء للحركات الشيعية في لبنان أو في العراق وربما محاولة الضغط حتى الإقليمي والدولي على الحكومات أو في لبنان لثني هذه التنظيمات أو هذه الحركات أو هذه الميليشيات عن أن تصبح جزء من ما يسمى بالمحور الإيراني من الحركة الحوثية ليست استثناء عن هذا نامر نحن نتحدث اليوم أنا عشت في طهران درست خمس سنوات وهنا شاهدت كم الهائل من القيادات الحوثية التي كانت تدرس سواء في الحوزات أو في الجامعات الإيرانية بيدافع عن المشروع الإيراني بإستموات وهذه النخب الآن بدأت تقود الحركة الحوثية سواء الجناح العسكري أو الجناح السياسي وأيضا كان دور مهم جدا إذا كنت بتستذكر وجه عندما تم الضغط على حركة حماس فيما يتعلق بما جرى في سوريا وموقفا من الربيع السوري ضغطت في نهاية المطاف على كتاب عزي الدين القسام لإحداث ما يسمى بتحول سياسي داخل حركة سنية حتى تستمر إيران في دعم مثل هذه الحركة حركة حماس وبالتالي أنا أعتقد أنها ليست تستثناء الحركة الحوثية لكن تبقى المعادلة على الأرض في قدرة هذه الحركة لما يعرف في علم السياسة نطلق علي نظرية التكيف التكيف مع الظروف الداخلية اليمنية والتكيف مع الظروف الإقليمية والدولية بأن البوصل الآن وجميع المؤشرات لا تصب لصالح إيران وبالتالي إذا كنت أنا بفكر برقماتية وما يسمى بالراشنال شويس أو بالقرار الرشيد أو الحكيم علي الآن أن أفكر برؤية مختلفة عنوان وأنني أنا أعود أصبح جزء من المعادلة اليمنية جزء من العالم العربي وأن أنظر باختصار إلى كيفية التعامل مع الشيعة في العراق كيف التعامل بدموية غير مسبوقة وأنا بأعتقد أنه حتى الآن الشراح الحوثية إذا أرادت شراع الشعبية الحوثية الدعم الحركة الحوثية إذا أرادت أن تنقلب على قياداتها في المستقبل إيران لن تألو جهدا في ذبح هذه الفئات الشعبية استنادا على التجربة الماثلة للعيان الآن في العراق وبالتالي أنا أعتقد أنه الآن ضمن الظروف والمعطيات الحالية على الدول العربية ربما أن تفكر برؤية جديدة لمحاولة ربما جذب الحركات أو الجيوش الموازية التي قامت إيران بإنشائها في دول المنطقة سواء في العراق أو في سوريا أو في اليمن أو في لبنان وقد كان الحديث على أن عاصفة الحزم هي جزء من هذه النظرة أو هي وسيلة لتحقيق ذلك ومن الملاحظة وذلك ما أسأل علي السيد البوكيري أن المتضرر الأول يبدو مما يحدث بشكل عام هو اليمن والقضية اليمنية في نهاية المطاف حتى وإن حدث تقارب بين السعودية والجماعة الحوثية ما الذي لا يزال بيد الأطراف اليمنية سيد البوكيري بيدهم لمقاومة مثل هكذا توجهات ومثل هكذا واقع بطبيعة الحال يا سيدي مسألة يعني افتراضا ذهبت الحوثية إلى حضرنا المملكة أنا باعتقادي المسألة اليمنية لم تتوقف القضية اليمنية لن تتوقف في هذا السياق اليمنيون يدركون جيدا قضيتهم هي قضية يعني صراع طويل المدى صراع تاريخي بين الإمامة وبين اليمنين فأي صفقة ذهبت إليها جماعة الحوثية مع المملكة أو المملكة مع جماعة الحوثية هذا لا يعني انتهاء الحرب في اليمن ولا يعني استقرار اليمن هو سيعني مرحلة جديدة من الصراع في اليمن هذه المرحلة الجديدة ستتمثل بتلك المرحلة التي رأيناها حينما سقطت صنعها حينما قامت طلائع المقاومة الوطنية والمقاومة الشعبية في كثير من المناطق لمواجهة هذا الانقلاب وفجرت الانقلاب في تعز وفي عدن وفي كثير من المناطق في مأرب وفي غيرها من المناطق اليمنية في مواجهة هذا المشروع الإمامي الطائفي وبالتالي افتراضا حتى لو ذهبوا إلى تحالف مع المملكة أو إلى اتفاق مع المملكة هذا لا يعني بحال لأحوال انتهاء الحرب في اليمن لا يكمن باستعادة الأنظمة القديمة أو لا يكمن بالذهب إلى مراضات الأقلية الطائفية والاحتماء بها أو مقايضتها أمنها واستقرارها مع جامعة الحوثي الأمن في أمن المملكة وعمل الخليج تحديدا يرتبط بوجود دولة يمنية جمهورية ديمقراطية تحادية عددية غير هذا الخيار أنا باعتقادي سيكون خيارا صعبا وسيكون وهما كبيرا سيقع فيه الخليج وستدخل فيه المملكة في دوامة حروب لا تنتهي وستنفجر الأوضاع داخلية في المملكة أشكرك جزيلا شكر الكاتب والباحث أستاذ نبيل البوكيري كنت معنا أبريسكايب من الصنبول وكذا شكر موصول لرئيس وحدة الدراسات الإيرانية في مركز أمية للدراسات الدكتور نبيل العتوم كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عمان الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصاب في ختام الحلقة تقبل تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحرير إلى اللقاء اشتركوا في القناة